لقد كان للشرف الكبير أن ألتقي بالسيد الرئيس وكانت لي الفرصة أن نتحدث مع سيادة الرئيس وتطرقنا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من أجل عالم بدون تجارب نووية وعالم خال من الأسلحة النووية إنه أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخيا 17 تجربة نووية أجريت على الأراضي الجزائرية أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية لقد اتفقنا على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية شكرا لكم